نعم إذن أقرأ وألاحظ لاحظوا معي هذه الجملة جيدا تقرأ سعاد الدرسة إنها جملة هذه تبدأ بفعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره يليها فاعل مرفوع ثم مفحول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره إذن كما قلت سابقا ما يهمنا اليوم هو الفعل المضارع لاحظوا معي الفعل المضارع في هذه الجملة هو تقرأ تقرأ إنه فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره لاحظوا معي تحاول سعاد إذن سأحول هذه الجملة تحاول سعاد تقرأ الدرسة إذن لدي هنا جملة أخرى على غير الجملة الأولى ولكن هنا سأضيف حرفا ما وسيتحول الفعل المضارع من الرفع إلى ماذا وما هو الحرف المناسب الذي سأضعه هنا مكان النقاط تقرأ تقرأ تقرأ